ويل كلمة يقال إنها واد في جهنم يسمى ويل من وديان جهنم وقيل ويل كلمة للدعاء بالثبور والهلاك ويل للمطففين والمطففون هم الذين يطففون في المكيام وهذا مثال وإلا قد يكون التطفيف في غير المكيام قد يكون التطفيف في غير المكيام يكون التطفيف في الصلاة يكون التطفيف في الزكاة يكون التطفيف في الحج يكون التطفيف في بر الوالدين كل هذا يكون فيه التطفيف وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الصلاة قال ومن وفى في صلاته وفى الله له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين ففي كل شيء يكون التطفيف